موسيقى موسيقى تهدينا كذلك المناظلات والمناظرين من قبعات الفيدرالية الذين حضروا اليوم لدعم المقابة الوطنية التعليم مسيرات جيوية على المستوى الوطنية في كل جهات المغرب مسيرات التي للأسف تعرضت إما المنع أو القمع تم منعنا من تنفيذ المسيرة رغم محاولتنا المتكررة لكن مع ذلك تم المنع وتم قمع المسيرات في مجموعة من المناطق مثل منطقة الشرق توصلت بأخبار أنه كان إصابات مجموعة من المناظلات والمناظرين هذا شيء ندينه ونستنكره لأنه للأسف يعطي واحدة سورة سيئة على بلادنا يكد بأنه اليوم كان ضرب ممنهج الحقوق والحريات حق في الاحتجاج هو حقوق السوري هو حقوق تضمنه المواتق الدورية ولا يمكن أن نقبل ومفروض أن كل قوى ديمقراطية وتقدمها أنها كذلك تعبر على رفضها لهذه السلوكات وهذه الممارسات اللي لا تمصل الديمقراطية بالسان ثم اليوم خرجنا باش نعبره على رسالة رسالة جوش المحاور أساسية أولا دفعنا على المدرسة العمومية في صاميم هويتنا وسنظل ندافع على المدرسة العمومية وهذا موضوع مجتمعي ما معنياش به النقابة فقط يعني ينبيه كل قوى اللي كتعتبر بأنه منحاز القضايا دي الجماهير الشعبية خرجنا برسالة كذلك بأن الإصلاح دي المدرسة العمومية والتعليم العمومي في قلبه ومدخله الأساسي هو تحسين أوضاع المادية والجتماعية النساء ورجال التعليم من خلال تحسين أوضاعهم المادية من خلال زيادة في الأجور من خلال مراجعة شاملة جدرية لكل مواد النظام الأساسي مادة بمادة بما يستجيب لكل مطالب اللي رفعناها كحركة نقابية وكشغيلة علمية نحن ندعينا الوقفة في حين اننا تمت عسكرة المنطقة ومنعونا من اننا نقوم بالمسيرة في حين اننا احنا في المكتب الجهوي لم نتوصل باي منعين مكتوب كيداعي رجل السلطة على انه سلموا الكونفدرالية الديموقراطية للشغل هنا كين واحد شوية دي الاختلاف بيننا وبينهم اللي يدعى الوقفة هي النقابة الوطنية للتعليم ومشي الكونفدرالية الديموقراطية للشغل احنا اولا ندق بهذا المنع لاقانوني لكي ضمنه الدستور المغربي حق التظاهر السلمي والمسيرات السلمية وهذه مشي اول مرة كتعرض الكونفدرالية الديموقراطية للشغل لهذا المنع نحن نرفضه وندينه اشد الادانات